بسم الله الرحمن الرحيم أنا زوجة المعتقل المهدي أحمد حنفي تقبض عليه يوم 14 واحد اللي هو كان يوم الاستفتاء واليوم ده كان بشرى يعيش حوالي ساعة 9 الصبح وتقبض عليه من قدام الفرن لقى مخبرين وعملاء شرطة مسبتينه وخدوه في عربية يقول ان هي مكرباس يعني بعد كده قعد في اسم الدخيلة حوالي شهر بعد الشهر دوت كان بيتعرض خلالها بياخد 15 في 15 للا حتى ما راح سجن الحضرة قعد في سجن الحضرة حوالي 3 شهر ونص أثناء ما كان في سجن الحضرة كان برضو بياخد تجديدات فوجه كان عنده تجديد فكان مفروض النوع ياخد 15 يوم فوجهنا النوع كان يوم الثلاث ده وياخد 15 يوم نزل يوم الثلاث اللي وراه اتحكم عليه بأربع سنين سجن كان سنة على قضية على قضية يعني وتلس سنة على قضية تانية كانت القضية الملفقة ليه هو في القضية الواحده ما كانش معها اي حد القضية الملفقة ليه كثيرة جدا كان رغم ان هو ما تقبطش عليه من مسيرة او من مظاهرة الا ان هو كان اتقال عليه ان هو عطل نال البحري والبري وان هو من ضمن التعم اللي هو يعني اتهم فيها ان هو روع الناس وان هو عطل المواصلات وان هو كان بيعقود المظاهرات وان هو كان بيرمي ملطوف اه برضو من حاجات اللي زي ان الواحد اقصر بيها لما سمحها وما كانش متوقع ان هو يسمحها ان من ضمن التعم اللي هي تهم بيها ان هو سرق بالاكره اه فجي كانت مفاجأة يعني ازاي واحد بتهموه بطعم التظاهر وفي نفس الوقت يتموه ان هو كان بيسرق الناس بالاكره اه قبل خمسة شهر يوم ما يعدوا كان يوم تلاتة الحكم لباربع سنين للتلاتة اللي هو تاني تلاتة المفروض حتى معداش اسبوع اه فجأ المحامين ان هم ما كانوش ما كانش عندهم علمي منزولوا الجلسة اساسا ولا احنا كنا نعرف ان عنده جلسة والمفروض على الاقلل ان يكون معاه محامي يوم الجلسة فما كانش معاه محامي اه فالمحامين ان كانوا متباين الاقاضية استغربوا ان هو ازاي يتعرض المفروض ان هو كان يتأجل لحد ما يبقى معاه محامي ولكن هو اخذ اربع سنين اه مرة واحدة